أهلاً بكم في مقرر الكيمية الكهربية كم 233 مواصل في الوحدة التاسعة السلسلة الكهروكيميائية ومعادلة نيرنست ذكرنا أن أحد أوجه الاستفادة من السلسلة الكهروكيميائية هي معرفة العوامل المؤكسدة والمختزلة مثلاً في هذه المعادلة الزينك زايد آيون النحاس 2 يعطي آيون الزينك زايد فليز النحاس حدد أي المواد التالية الزينك النحاس آيون الزينك آيون النحاس عامل مؤكسد قوي وأيه عامل مختزل قوي طيب ما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها للإجابة عن هذا السؤال الخطوة الأولى يجب أن تكتب أنصاف تفاعلات في الصورة المختزلة كيف الصورة المختزلة بمعنى أن تكون الإلكترونات مع المتفاعلات لاحظ هنا عملنا الإلكترونات مع المتفاعلات ويجب أن تكون الشحن الموجب الأكبر أيضاً مع المتفاعلات هنا��서 الشحن الموجب الأكبر دائماً موجودة مع المتفاعلات طيب دي الخطوة الأولى كتبنا التفاعلات في الصورة المختزلة ما هي الخطوة الثانية؟ نرتب أنصاف التفاعلات بحيث يكون جهد الاختزال الأكبر مكتوب أولا وجهد الاختزال الأقل مكتوب في الأسفل هنا جهد الاختزال للنحاس 34 من مية فولت بينما جهد الاختزال للزينك سالب 76 من مية فولت إذن هذا هو الجهد الأكبر بذلك نكتب النحاس أولا وتحته نكتب تفاعل الزينك طيب ما هي الخطوة الثالثة؟ العوامل المؤكسدة هي الموجودة قلنا دائما على يسار السهم يعني مع المتفاعلات دي عوامل مؤكسدة بينما العوامل المختزلة موجودة على يمين الجدول الآن يجب أن نحدد العامل المؤكسدة الأقوى العوامل المؤكسدة تزداد قوتها كل ما اتجهنا من أسفل إلى أعلى يعني أيون النحاس 2 هو العامل المؤكسد الأقوى بينما أيون الزينك يعتبر عامل مؤكسد ضعيف إذا انتقلنا إلى العوامل المختزلة نجد أن قوتها تزداد كل ما اتجهنا إلى الأسفل كما هو موضح وبذلك يكون فيليز الزينك هو العامل المختزل الأقوى وفيليز النحاس هو العامل المختزل الضعيف نواصل في مقرر الكيمية الكهربية في محاضرات لاحقة ترجمة نانسي قنقر